أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين الحقيقة أولاً بشكر المهندس عدني القيعي والأستاذ إبراهيم المينيسي على هذه التقطيع الخاصة جداً بإعلان كالتخطيب وحدة النادي الأهلي الاقتصادية في هذا اليوم التاريخي بالتعاون مع شركة استداد الأول قبل ما أتكلم في أي شيء مع حضراتكم يعني إيه النادي الأهلي؟ يعني إيه النادي الأهلي؟ يعني أن الكل يتوهم أو بعض من لا يشجع النادي الأهلي يتوهم أنه هو حياخد الدوري مثلاً فييجي النادي الأهلي ياخد الدوري يعني إيه النادي الأهلي؟ يعني النادي الأهلي دائماً سرية تمة محافظة على التقاليد والأعراف حاجات كتيرة جداً تخيلوا حضراتكم النهاردة؟ أن النهاردة بيتم الإعلان عن مجموعة كبيرة من القرارات الاقتصادية داخل النادي الأهلي قرارات خاصة بالنواحي الفنية في ملاعب كرة القدم مع شركة استداد النواحي الخاصة بالإنشاءات داخل النادي الأهلي وداخل فروع النادي الأهلي المختلفة الخاصة بكل ما يخص الإنشاءات داخل النادي الأهلي تخيلوا حضراتكم أن بيعلن اليوم عن أن شركة استادات استحوزت على نسبة 51% من شركة بريزنتيشن لايف اللي هي كانت بتدير قناة النادي الأهلي وبالتالي مجلس إدارة النادي الأهلي بيعمل في كل الاتجاهات أكتر حاجة لفتت نظري في اللي بيحصل النهاردة إيه؟ لما حضرتك بتتكلم مع واحد صاحبك أو بتتكلم مع اتنين صحابك بتبقى خايف اللي السر يطلع برا بتبقى خايف اللي السر اللي بتتكلم فيه أو المشروع اللي بتعمله يطلع براكو براكو أنتو التلاتة داخل النادي الأهلي وأنا قلت الكلام دابل كده الحقيقة داخل النادي الأهلي دائما دائما ما تظل الأمور اللي عايزة تبقى جوه الغرف المغلقة بتفضل جوه الغرف المغلقة لغاية لما يتم فتح الباب فتخيلوا حضراتكم من النادي الأهلي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتب محمود الخطيب بقى لهم أربع شهور بيشتغلوا في هذه المواضيع معاهم إيه بقى؟ كابت الخطيب معاه لجنة قانونية لجنة استثمارية لجنة فنية وكل لجنة فيها خمس أو ست أو عشر أعضاء اضرابها في أربع خمس لجان يعني حوالي خمسين ستين فرد كلهم بيخدموا النادي الأهلي كلهم الغرض من أي حاجة بيعملوها يا خدمة النادي الأهلي سواء في المجال الإعلامي من خلال قناة الأهلي اللي استحوزت على إدارتها شركة استاذات أو المواضيع الإنشائية أو النواحي الإنشائية داخل كل فروع النادي الأهلي أو حتى النواحي الفنية بأن أنت يجي لك ملعب أو استاذ بتنتفع بحق هذا الاستاذ لمدة خمسة وعشرين سنة لحين الانتهاء خدوا بالحضراتكم من الكلمة دي لأن الكلمة مهمة جدا لحين الانتهاء من استاذ الأهلي اللي هو حلم مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي وحلم كل جمهور النادي الأهلي هو ده النادي الأهلي